موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي مال وأعمال ناطا تتواصل مسيرة الخير والازدهار الاقتصادي والتنموي في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ بشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حيث أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل النوخذ البحري وهو إنجاز جديد يضاف إلى رصيد العديد من الإنجازات النفطية الكويتية مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى الكرام تقرير نتابعه معكم نتوقف مع هذا التقرير الخاص بالقطع النفطي واكتشاف حقل النوخذ ومن ثم نعود إليكم وأبرز النقاط المهمة في حقل النوخذ البحري وتتوالى الإنجازات مشروع الوقود البيئي مصفات الدقم مصفات الزور والآن حقل النوخذ البحري باكورة إنجازات ونجاحات شركة نفط الكويت وتأكيد لمدى متانة استراتيجيات الشركة وتفاني موظفيها ودعم قياديها وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نوافل سعود الصباح لعل اسم حقل النوخذ البحري انتشر بشكل واسع منذ الإعلان عنه ليصبح الحدث الاقتصادي النفطي الأكثر بروزا خلال هذه الأيام ليس على المستوى المحلي فحسب بل العالمي أيضا ولا ملامة فهذا الاكتشاف سيزود دولة الكويت بكميات إنتاج نفطية تعادل ثلاث سنوات للإنتاج الكلي للدولة ويتمتع بمميزات وموارد نفطية تمكنه من أن يكون أحد أبرز الحقول ذات حيوية إنتاجية شركة نفط الكويت ارتبط اسمها دائما وأبدا في إنجازات نفطية متفوقة ومتواصلة على مر أجيال متعاقبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام باتت استراتيجية شركة نفط الكويت لإنتاج ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف برميل من النفط الخام يوميا قريبة المنال بعد الإعلان عن عدد من الاستكشافات النفطية خلال الفترة الأخيرة وتحديدا اكتشاف حق النوخذ البحري والتي سيحدثنا عنها بمزيب من التفاصيل ضيفنا في الستيديو الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت السيد أحمد العيدان أهلا بك معنا أستاذ أحمد أهلا بك يعني لو تكلمنا بداية أستاذ أحمد عن العمل في مشروع الحفر البحري وتسرد لنا شديد تاريخ الاستكشافات البحرية فضل نعم بس بداية الأمر حبيت تشكر من تلفزيون دولة الكويت وبرنامج مال وعمال والقائمين عليه لتاحة الفرصة لشركة نفط الكويت والقطاع النفطي لإظهار إنجازاتهم واليوم لنا إن شاء الله إنجاز عظيم مثل إنجاز استكشاف حق النوخذة حق النوخذة أختي هذا جاء من عمل طويل وخلينا نقول أنا ودي بالبداية أتكلم على السرد التاريخي نتكلم على السرد التاريخي استكشافات البحرية بلشت في دولة الكويت تقريبا من سواء للستينات وكان في محاولات كثيرة في الستينات ولغاية الثمانينات تقريبا بحفر سبع إلى تسع آبار إلا أن الآبار كلها ما كانت لها جدوة اقتصادية والمتعارف عليه أنه في خلال الثمانينات والتسعينات كان عمليات الاستكشاف جدا محدودة كونية أن دولة الكويتة والصغيرة وتم اكتشاف معظم المكامل أو خنقول الحقول الكبيرة مثل برقان الأعظام وغير الحقول المعروفة إلا أنه بتغيير مفاهيم الاستكشاف وتغيير التكنولوجيا وتغيير المفهوم السابق اللي هو الاكتشافات النفطية للنفوط السهلة خلينا نقول بلشنا نفكر في النفوط الصعبة أو المكامل الصعبة فبظل هذه المفاهيم الجديدة وخلينا نقول التكنولوجيا الحديثة خصوصا للمسوحات الزلزالية رجعت فكرة الاستكشاف إلى شركة نفوط الكويت ودولة الكويت وكانت موجودة في استراتيجياتنا اللي ابتدينا فيها في سنة 2000 والاستراتيجيات المتتابعة وبفضل الله يعني يمكن حققنا كثير من الاستكشافات في الفترة السابقة مثل ما تذكرون في 2006 لما اعلننا عن اكتشاف حقل حقول الشمال الكويت للغاز الحور صحيح وأيضا تلتها اكتشافات كثيرة إلا أن الاستكشاف البحري ظل فيه يعني خنقول تقدم ما فيه تقدم تقدم إلا أن مثل أنت عارفة اليابسة أرخص خنقول خنقول وعندنا فرص استكشافية في اليابسة فلاش أروح للبحر في ذاك الوقت خليني أبتدي في السهل من ناحية حتى التكلفة فكانت منضوعة من ضمن الاستراتيجية في 2020 أو خنقول استراتيجية في 2025 أن نحفر في البحر وبفضل الله ابتدينا فيها العملية من بداية المسوحات الزلزالية اللي ابتدينا في تخطيطها في سنة 2010 2011 وبتدينا العمل فيها وانتهينا في 2014 بعد ما انتهينا من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد للمنطقة البحرية تقريبا قطينا 6000 كيلومتر مما يمثل تقريبا ثلث دولة الكويت طبعا دخلت هذه المسوحات إلى تحليلات البيانات وشيسم مثل ما نقول الخلق الخرايط تحت سطحية لطبقات الأرض لمعرفة التركيبات الخنقول الجيلوجية اللي ممكن يتكون فيها النفط ودي أذكر هنا نقطة في مجال صناعة النفط ما في جهاز أو تكنولوجيا في العالم تقول لك هنا في نفط أو ما في نفط هذه لازم تكون واضحة للجميع نعم في تركيبات جيلوجية زي هذه تركيبات جيلوجية ندرسها من حيث جيلوجيا وجيو كيميائيا وندرس هجرة النفط وندرس تكوينها هل بعد هجرة النفط أو ما قبل هجرة النفط هل يتواجد ما نسميه بالكابروك اللي هي طبقة غير مفاضية وغير مسامية مثل ما كل عارف أو يمكن كثير ما يعرفون هجرة النفط من أسفل إلى أعلى يعني فيه في أستاذ أحمد إشارات معينة تبين وجود النفط في أماكن معينة بالضبط عندما نرى تركيبة تهجرة النفط من أسفل إلى أعلى فالنفط يندفع في الماء ويدفعها إلى الأعلى لكي نقول قارو لأن قارو كان النفط طالع فيها على السطح كان واضح إذا لم يكن هناك طبقة مسامية أو نفاذية مثل الكابروك فالنفط يطلع إلى أعلى فالتركيبات اللي نسميها تركيبات الجروجية هي الهضبات التي تحت الأرض ما تحت سطح الأرض هايوين نشوفها من غلاء المسوحات الزلزالية فعملنا هذا العمل تقريبا من ثلاث إلى خمس سنوات ونشتغل على التحليلات البيانات وعمل الدراسات الجيولوجية والجي كيميائية والحمد لله طلعنا في احتماليات نفطية عدد منها في المنطقة البحرية المفتوحة وحطينا الاستراتيجية على أن نحفر حق النوخذة أول أول بير يحفر في المنطقة البحرية طبعا لما نتكلم على استراتيجية الحفر البحري يمكن أن نجعلها لاحقا نتكلم عنها لكن اليوم نتكلم على عدة أبار ستحفر فكان حق النوخذة أول بير نحفر في الاستراتيجية وبفضل الله تكللت الجهود كلها بالنجاح والحمد لله أعلننا عن اكتشاف حق النوخذة المساحتها تتراوح ما بين 95 إلى 96 كيلو متر ويبعد عن مدينة الكويت تقريبا 80 كيلو متر و40 كيلو متر عن جزيرة فيلكة فهو في شرق الكويت المحاقل كليا داخل الأراضي أو المياه الاقليمية الكويتية المياه الاقتصادية الكويتية الحاقل أعطانا كإنتاج أولي من البئر الأول ما شاء الله 2800 برميل يومي من النفط الخفيف نعم وتقريبا 7 مليون نعم قدم مكعب نحن نستكمل أستاذ أحمد هذه التفاصيل ولكن مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونستكمل معكم ومع ضيفنا في السيديو ورئيسة تنفيذي في شركة نفط الكويت السيد أحمد العدان أستاذ أحمد يعني وقفنا عند نقطة الإنتاج لو نستكمل حديثا نعم نحن نتكلمنا عن الموقع نحن نتكلمنا عن الحق النفس نعم نحن نتكلمنا عن حفرنا البير الأول البير الأول الحمد لله كان الإنتاج اليومي من النفط الخفيف 2800 برميل يوميا ومن الغاز المصاحب تقريبا 7 مليون قدم وكعب قياسي فهذا إنتاج جدا جيد للبير الأول الحمد لله طبعا نقدرنا الاحتياطيات الأولية لمكمن المناديش في حقل النوخذة إلى أنه سيكون إن شاء الله 2.1 مليار برميل نفط من النفط الخفيف وإن شاء الله 5 تريليون بوينت واحد من الغاز الطبيعي طبعا هذين نحسبهم مع بعض مثل ما أعلننا اللي هما يعتبرون 3.2 اللي نسميه نفط مكافئ فهذا يعطينا يعني إيمان أكبر إحنا كنا دائما في شركة التواصل الكويت نحب نكون من المرحلة الأولى ناجحين نعم والحمد لله يعني أنت عارف الاستكشاف في العالم نسبته من 2 من 10 تقريبا ما يتم تحقيق في استكشاف يعني كل عشرة بار يدوب واحد ونصف إلى اثنين اللي يتم فيهم الاكتشاف فكنا نسعى أن يكون إن شاء الله من أول بير أساس يعطينا أمل وطموح أكبر بأننا نستكمل عملية ورحلة الاستكشاف في المنطقة البحرية والحمد لله ربنا أكرمنا بالبير الأول وكان انتاجه جدا ممتاز واحتياطياته جدا ممتازة وهذه راح تضيف للاحتياطيات لولة الكويت إن شاء الله القدر الكبير بإذن الله تكلمت عن الاستكشافات البحرية أساذ أحمد نعم لو تكلمنا على الاستكشافات البحرية الموجودة حاليا لجليعة وجزة واحد لو تكلمنا عنها بالتفصيل نعم مثل ما يمكن ذكر قبل يومين أو ثلاثة بأن خلينا نبتدي أول شيء عندنا حاليا منصتين حفر بحرية نعم هذه المنصتين واحدة منهم كانت تحفر في حقل النوخذة والثانية ابتدت في شهر 9 اللي فات أو وصلت في شهر 9 اللي فات في حقل أو ما نقول احتمالية نفطية في منطقة الجليعة وابتدينا الحفر فيها في تقريبا شهر 12 اللي فات نحن اليوم إن شاء الله تقريبا خلال هاليومين رح نوصل إلى العمق المرجو اللي رح نوقف عنده ورح يتعمل طبعا السجلات الكهربائية وكل البيانات رح تأخذ من البير بعد ما ننزل عمليات طبعا العمليات نقول التبطين وتجهيز البير إلى الاختبارات الجديدة فإن شاء الله يعني نتكلم على شهر إلى شهرين راح إن شاء الله إن شاء الله ننزل لكم خبر يديد بكتشاف يديد بإذن الله بجليعة بإذن الله فبالنسبة لجازة مثل ما قلت لك هذا المنصة الأولى اللي هي حفرة نوخذة اليوم انتقلت حسب ما أعلننا من حقل النوخذة إلى حقل جازة وحقل جازة هذا ثالث احتمالية في معنى الاحتماليات اللي احنا وضعناها من ضمن استراتيجيتنا للاستكشاف البحري نعم في إن شاء الله صنوات القادمة نعم ممتاز متى سيتم الانتهاء من عمليات الحفر البحري بشكل عام إن شاء الله ما ننتهي بإذن الله إن شاء الله لأن إذا انتهينا كلمة انتهينا يعني معناها استكشافاتنا أو خنقول ما في عندنا اكتشافات صحيح نحن الله فالله إن شاء الله مع اكتشاف أول حقل وأول مكمن حبيت بس أذكر أن دائما نحن ليش نقول أن أول واحد رح يعطينا ثقة أكبر طبعا نفسيا زائد علميا نعم إن فعلا مثل ما قلتنا في السابق إن ما في أي طول بالعالم تقول لك في نفط في تركيبات فهل وجود الهيدروكاربون موجود في هذه التركيبات أو لا بما أن حق لنوخذه أثبت ذلك فهذه خنقول التركيبات التحت سطحية في المنطقة البحرية الكويتية تقريبا تكون في شبه خنقول العصور تكون تقريبا يعني متكاملة مع بعض أو متصلة بأن النفط ممكن يهجر في هذه الهضبات ويعبي الهضبات تحت سطح الأرض مختلفة فهذا يعطينا ثقة أكبر في إن شاء الله رحلتنا الاستكشافية البحرية إن شاء الله القادمة فإن شاء الله ما رح ننتهي لأن متى ما تم استكشاف رح تتلي آبار تحديدية واستكشافات أخرى لا صحيح خلابت الاستكشافات الأخرى لكن كل الاستكشاف يروح إلى حفر آبار تحديدية لتحدد المكمن كامل بعد آبار التحديدية نحفر آبار تطويرية هل حفر آبار واستكشافها إشارة لآبار أخرى موجودة بأماكن معينة أستاذ أحمد لا هو مثل ما قلت احنا اليوم لما اكتشفنا هذه الطبقة نعم الطبقة هذه ما رح تنتج من بير واحد نعم منطقة كبيرة 96 كيلو متر فرح تحتاج إلى نحفر آبار أكثر على أساس نغطي المنطقة نعم بداية مراحل الاستكشاف إلى التطوير تبتدي بقر استكشافي اللي يسمونها الويل كات بعدها نحفر آبار تحديدية لنحدد المنطقة وين أخر ظهور للهيدروكاربون وبعدها نحفر الآبار التطويرية بناء على دراسة مكمنية بحيث ننتج النفط في طريقة متناسقة ومتناسبة وما يعني يكون عندنا ظهور المياه بأسرع وقت فلها دراسات كاملة فهذه كلها معتمدة على حفر الآبار وطبعا كل الاكتشاف رح يلي نفس هذه المراحل فإن شاء الله ما ننتهي بإذن الله من الحفر وبإذن الله وإن شاء الله نستمر فيه إلى الأبد بإذن الله تكلمنا عن الاستكشافات والاستكشافات البحرية وكانت من ضمن الخطة الاستراتيجية لو تستعرض لنا خطة الاستراتيجية لشركة نفط الكويت خلال المرحلة المقبلة سابقا نعم مثل ما لك العارف خطتنا الاستراتيجية مستمدة من خطة مؤسسة البترول الكويتية التي هي الخطة العامة للقطاع النفطي نحن نمثل شركة نفط الكويت قطاع الاستكشاف والإنتاج فمهامنا هي استدامة الإنتاج وزيادة الاحتراطيات طبعا هذه تأتي من كثير يعني خنقول أعمال عندك المكامل التقليدية الحالية التي تنتج والتي صار لها أكثر من تسعين سنة وعلى فكرة إن شاء الله سنحتفل في عيد ميلاد شركة نفط الكويت التسعين في ديسمبر القادم بإذن الله بإذن الله فعلى مدار تسعين سنة شركة نفط الكويت كانت تنتج النفط من حقول كثيرة لحقول أساسية التقليدية الموجودة حاليا طبعا أي خلنا نقول لك أي مكمن ينتج منه هذا كل برميل ينتج يفقد فأنت تعوض ما فقد صحيح فهذا يهي من وين من استكشافات جديدة أو من تعزيز الإنتاج في المكمن نفسه فإحنا اليوم كاستراتيجي هل هناك طرق معينة لتعزيز الإنتاج من نفس المكمن نعم هناك كثير من الأشياء نقدر نسويها في عندنا على سبيل المثال اللي هو يسمى بتعزيز استخلاص النفط اللي هو والأيو آر أنا دائما أشرحها وأبسطها للجميع بأن مكمن النفط في باطن الأرض ليس حجرة مكمن الأرض في باطن الأرض صخر ولكن هذا الصخر صخر فيه نافاذية ومسامية أمثلها دائما بالأسفنجة نعم الأسفنجة تكون مليانة ماء ولكن ليس ظاهر عليها الماء ولكن من يعني ترعصينها يبدأ يطلع الماء فهذا البرشر الذي يطلع الماء فالماي موجود داخل النفاذية والمسامية داخل هذه السفنجة الصخور تحت الأرض بهذه الطريقة فيها نفاذية ومسامية النفط يكون داخلها لما نفتح البير ونفتح المكمة النفسة يبدأ يصير ضغط على السوائل وتبدأ تطلع لده طيب هذه مع الوقت يبدأ يخف ضغط النفط وارجع لك على مثال السفنجة مهما فقصت فيها نقولها بالكويتي مهما عصرتها سيضل فيها ماء ما سيطلع منها الماء إلا بعد فترة الماء المتبقي هذا مثل النفط المتبقي بعد ما نخفض الضغوطات مالة الطبقة نعم فبالتالي نعمل عملية مثل تحفيزية للمكمن على أساس نستخرج ما تبقى من النفط فهذه واحدة من العمليات ومثل ما قلت لك عمليات الاستكشاف هي تعوض ما فقد وطبعا وطبعا من ضمن الاستراتيجية هي استدامة الانتاج ورفع الانتاج طبعا اليوم مثل ما أعلننا مرارا وعلى تكون تكرارا بأن استراتيجية شركة نفط الكويت راح تكون إن شاء الله ثلاث ملايين وستمئة وخمسين ألف في حلول سنة 2035 واستدامتها إلى 2040 هذا على صعيد النفط وعلى صعيد الغاز إن شاء الله سنوصل إلى مليار ونص قدم مكعب قياسي من النفط إن شاء الله في سنة 40 نعم ذكرت للتو الإنتاج أستاذ أحمد لو تكلمنا عن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة نفط الكويت من النفط والغاز وأيضا تكلفة البرميل كذلك نعم أنا ودي في البداية أوضح أمر ما بين الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي نعم لأن الإنتاج الفعلية تحكم في أمور غير الطاقة مثلا أوبويك وغير أوبويك بلاس والأمور التي تحدد الإنتاج اليومي نحن نتكلم عن الطاقة الإنتاجية ليس أن هذا ما كان ينتجا يوميا الطاقة الإنتاجية هي قدرتنا على الإنتاج اليوم مثل ما أعلننا في 2023 الحمد الله وصلنا إلى مليونين وسبعمائة ألف برميل يومي وإن شاء الله في سنة 24 و25 سنوصل إلى مليونين وثمانمائة ألف بإذن الله ومن خلال استراتيجيتنا والخطة الخمسية القادمة إن شاء الله شركة نفط الكويت سنوصل إلى ثلاثة مليون برميل يومي وإن شاء الله مثل ما قلت على خمسة وثلاثين سنوصلنا إلى ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين بإذن الله أما وطبعا عن الغاز نتكلم عن الغاز الغاز نحن اليوم أعلن أنه عندنا غاز غير مصاحب وهو الغاز الحر الطبيعي وتتكلم على إن شاء الله وصول إلى تسعمائة وخمسين مليون قدم مكعب يومي إن شاء الله في حلول سنة 26 واستدامتها إن شاء الله إلى أن نوصل إلى المليار ونص من الاستكشافات الأخرى للغاز الطبيعي نتكلم عن البرميل النفط شوف يختي في كل العالم سعر البرميل يزيد مع زيادة التكلفة ودائما زيادة التكلفة تأتي من تقادم هذه المكامن نعم فمثل ما قلت لك مساء نحتفل بتسعين سنة إن شاء الله قريبا لدينا مكامن مثل حق البورغان صلى 90 سنة ينتج تبارك الرحمن ولا يزال في الخير الكثير إلا أن مثل ما قلت مساعد الضغوط تنزل فالضغوط لما تنزل تحتاج إلى محفزات مثل البمبات نعم فإحنا عندنا ما يسمى الغواطس بمبات معينة تنزل في البئر وتساعد البئر على أن ينتج أكثر ينتج أكثر نعم فهذه تكلفة بالأخير التحفيز اللي قلت لك عنها الأيو آر وهو تعزيز الاستخلاص النفط هذا تكلفة الاستكشاف في النفوط الصعبة هذه تكلفة فهذه كلها تصب تصب في سعر البرميل نعم إلا أن وببضل الله مع التكاليف هذه كلها إلا أن سعر البرميل النفط الكويتي يضاهي أو يقارن في دول كثيرة نحن الأقل فضل الله نعم الحمد لله أخبار جميلة ومفرحة أستاذ أحمد الحمد لله إن شاء الله دوم إن شاء الله يا رب يعني الحديث متواصل عن الحقول الرقمية نعم يعني لو تكلمنا عنها عن الحقول الرقمية في شركة نفط الكويت نعم ما يخفيش أختي اليوم تكنولوجيا دشت في كل شيء في حياتنا قبيعية صحيح فبالتالي يبدأ في كل الصناعات الصناعة النفطية من الصناعات الرائدة اللي لازم لديش فيها التكنولوجيا فالتحول الرقمي أصبح يعني نقول واجب لابد من التحول الرقمي وطبعا تحول الرقمي بس مولن نقول إنه شيء يديد رح نجربه أو تكنولوجيا يديدة رح نجربها لا التحول الرقمي أصبح احتياج أمر واقع صحيح صحيح لمراقبة إنتاجنا ومراقبة الآبار اللي هي الآبار منتشرة مثل ما شفته في جميع عنحاء دولة الكويت ورح يكون إن شاء الله عندنا البحرية واللي مراقبة هذه الآبار واللي التعديل خنقول قوة إنتاجها لجب أن يكون عندك رقابة لحظية مع هذه الآبار تحول الرقمي يعطيك هذه الإمكانية بأنك أنت تشوف آبارك وتشوف إنتاج آبارك وتعرف كيف ينتج كثير من أويل وكثير من ماء وكثير البرشار على مدار الساعة فأنت تقدر من تغير وتتحكم وتتحكم زائد يساعدك على عملياتك تشغيلية مثلا نأخذ على المسابين مثال الحفر اليوم عندنا كنترول روم في شركة نفط الكويت تراقب معظم آبارنا التي تحفر وتحفر وتراقب عمليات الحفر على مدار الساعة تسهل عملية خروج المهندسين ورجوعهم إلى الحقل بأن يقدر يعطي ويحدد وين يوقف وين يحفر وشلون يخفف الطفلة يخفف المدويت يعني الأمور هذه الكنترول كله ويخفف الزمن اللي هو غير مستغل نعم نسمي للرق فهذا كله يساعد على سرعة حفر الآبار يساعد على إنتاج أفضل للآبار ويساعد على تقليل التكاليف فالتحول الرقمي لا بد منه لأنه سيساعدنا كثير وبالعكس نبتدينا فيه ويساعدنا حاليا نعم يعني أسئلة كثيرة وودنا نستفيد من وجودك معنا أستاذ أحمد ولكن لضيق الوقت رحز لك سؤال عن رؤية يعني كيف تساهم الشركة في رؤية كويت 2035 نعم نحن جزء العبور لا يتجزأ من الاقتصاد الكويتي صحيح والاقتصاد الكويتي مثل ما تعرفين يعني معروف عن اقتصاد نفطي نعم فمثل ما كانت شركة نفط الكويت وإن شاء الله راح تستمر بأنها تمد الإرادات للدولة لتساعدها على التنمية هذا نحن نشتغل عليه حاليا مثل ما قلت استدامة الانتاج وزيادة الانتاج وتعويض ما فقد من الاحتياطيات فبفضل الله إن شاء الله راح يكون لنا يعني وبفضل هالاكتشافات اليديدة وتعزيز الانتاج اللي قنا نتكلم عنه ووصول إلى البرودكشن المرجو إن شاء الله راح يعزز من الإرادات للدولة ويعظم المدخول للدولة ويساعد على تنمية الدولة زائد مشاريعنا اللي قنا نقوم فيها والمشاريع اللي قنا نصرف عليها قاعد توفر قاعد توفر يعني خنقول وظائف أو خنقول يعني فرص عمل لكل الكوادر الكويتية الوطنية صحيح وإحنا الحمد لله قاعد ناخذ هذه الكوادر بانتقاء وقاعد نسوي لهم التطوير المهني المطلوب نعم اللي واكبون إن شاء الله الشركات العالمية بالتنري والحمد لله عندنا هذه الكوادر زائد مساهمتنا في المحتوى المحلي نعم نحنا في القريب قبل سبعين وثلاثة وقعنا خمس عقود مع شركات محلية كويتية لحفر الآبار نعم عطيناهم الفرصة بأن هم يون عملية مثل البايلوت لخمس سنوات عطيناهم أغلب تقريبا أربع شركات خذوا على منصتين منصتين طبعا برية نعم وفي شركة خذت منصة فعلى أساس أنهم يشتغلون ويتعلمون ودخلنا معهم شركة جنبي بحيث أن يتعلمون وإن شاء الله يعني ينجحون ويصيرون من ضمن الشركات التي تحفر لنا ويكون عندنا شركات محلية محلية لنحفر هذه واحدة من الأشياء طبعا وكثير عندنا في تعزيز دور المحتوى المحلي في الكويت والشركات الكويتية ونشجأ دائما الشركات الكويتية لرفعة الاقتصاد الكويتي صحيح صحيح يعني إنجازات ملحوظة وجهة جبار تقوم في القطاع النفطي مما لا شك فيه ونبارك لكم للكويت أستاذ أحمد استكشاف حقل النوخذ البحري سعيدة جدا وجودك معنا اليوم أستاذ أحمد يعني رئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أستاذ أحمد العيدان شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شكرا يعطيتي العاطة شكرا لك مشكورا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقة اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة شكرا لك